اكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة ماضية في جهودها الرامية للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية منوها بأن الاستراتيجية ترتكز على مضاعفة حجم الانتاج خلال سنوات المقبلة مع ضمان استدامة تلك الموارد للأجيال القادمة وخلال زيارة قام بها إلى وكالة الزراعة وثروة البحرية أشار الوزير خلف إلى أن الوكالة تعول كثيرا على الجهود المبذولة في مجال المحافظة على الأشجار المثمرة ونخيل التمر في المملكة مبينا أن الوزارة أخذت على عاتقها الاهتمام من الممارسات الزراعية الجيدة من خلال تطوير المختبرات الزراعية التخصصية وإنشاء البنوك الوراثية وإدخال الأساليب الزراعية الحديثة بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المختلفة للنهوض بهذا القطاع بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستوردين والمستثمرين في مجال الانتاج الزراعي إلى جانب توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي ودعم جهود العناية بالمحاصيل الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية التي تضمن المحافظة على الزراع كموروث زراعي في البحرين بصورة خاصة وتوفير فرص عمل للمهتمين بصورة عامة كما شدد الوزير على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وأراض والعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين القطاع الزراعي والعمراني بما يضمن للقطاع دعم الأمن الغذائي المحلية